وقفنا عند الفلوس القطرية اللي دخلت من مطار برج العرب بعد أيام قليلة من أحداث يناير 25 فاضل يا أسعد طبعاً هذه الأموال تفوق عن رقم الستين مليون الذي ذكر في إميلات هيلاري كلينتون وفي تقدير البعض أنها بتوصل إلى أكتر من مليون دولار والحقيقة أن هذه الأموال استخدمت للإساءة إلى الشباب البريء الذي كان في بدان التحرير لأنه لم ينفق مليم واحد عليهم وإنما ذهبت هذه الأموال إلى قيادة الإخوان المسلمين لدعم تحركتهم وأيضاً لدعم التجهيز لعملية الانتخابات الجديدة وحتى لبعض رموز الشباب اللي كانوا موجودين أنا آسف يعني في سبتة إبريل وغيرها اللي كانوا بمظهر في بداية الصورة وبعد نهاية صورة يناير لقناهم بيركبوا أفخم العربيات ويمتلكوا أفخم الشوء والفلات أعتقد دول كانوا جزء منها جزء أصيل وهم نفسهم كانوا على تواصل مع الخارجية الأمريكية وشوفنا ده في عدد من الإميلات مش بس الإخوان الحقيقة يعني هو على كل حال هم كانوا دولها كانوا أسكية جداً لقدروا أن يخبوا الفلوس إلى فيما بعد لغاية ما تهدى للضجة حوالين التمويلات أبلغ وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجد الرئيس حسن المبارك بهذه الأموال فطلب منه أن يتابعها ولكن يبدو أن المتابعة كانت بعيدة عن برج العرب وبالتالي تسللت الأموال بالفعل ودخلت إلى مصر وذهبت إلى الإخوان المسلمين مباشرة وكانت دعماً واضحاً لهم كبداية دعم كبير للإخوان المسلمين أيضاً بنجد في الإميلات مش بس في مصر بنجد أنه في بعض الإميلات الخاصة بالسيدة هلالي كلينتون بنجد أيضاً حاجة مهمة جداً وهي أن قطر قد مولت صفقات سلاح للعمليات المضادرة ضد النظام في سوريا وده كان واضح بشكل محدد جداً وسكتت الإدارة الأمريكية لهذا الأمر الحقيقة هنا كمان بنجد أن الإدارة الأمريكية كانت منقسمة قسمين بالنسبة لـ 25 يناير قسم كان فيه الكبار العواجيز يعني هو وزير الدفاع وزيرة الخارجية وأيضاً وزير الدفاع وزيرة الخارجية وأيضاً مدير أكالة المخابرات الأمريكية كانوا مع بقاء مبارك إلى حد ما وعلى أساس أنه يتنازل عن الانتخابات القادمة ويعلن أنه لن يرشح ابنه وربما يعيد الانتخابات في مجلس الشعب من مرة أخرى واختير سفير واختير سفير ليكون ممثلاً ومعبراً عن الإدارة الأمريكية وذهب هذا السفير وكان سفير سابق في مصر وجلس مع مبارك لو وزنر وكان صديق رئيس مبارك وكان من الواضح جداً أن فرانك وزنر لم يستطع أن يقنع مبارك بالفكرة ومن ثم كشف كل ما جرى في ميونيخ في مؤتمر الأمن والسلام في ميونيخ اللي بيعقد كل سنة وده أثار غضب أوباما لأثار غضب الإدارة الأمريكية بشكل وضع هنا بنجد نقطة مهمة جداً الحقيقة أن هلالي كلينتون لا نستطيع أن ننسبها إلى أنها متحمسة لإخوان المسلمين ولكن نستطيع أن نجزم بأنها تنفذ إدارة أوباما في علاقتها بالإخوان المسلمين لأنه في كتير من كلام اللي قالته هلالي كلينتون كانت ترى أن الإخوان المسلمين خطر على نقطتين مهمين جداً خطر على حرية المرأة وهي أيضاً تعتبر مناثرة للمرأة وفيما يمكن وصفه بالفيمينزم أو النسوية وأيضاً اعتبرت وجود الإخوان المسلمين خطر على الديمقراطية في مصر وكانت ترى أن الإخوان المسلمين يروا الديمقراطية على طريقة التي توصل للراكب ثم يحرقها أو استرهم ليطلع ثم يرميه في الجزئية دي في الإميلات الإميلات بتشير إلى توطر العلاقة في الفترة دي ما بين الإخوان ورئيسهم أو منذوبهم في الاتحادية اللي هو محمد مرسي وما بين حزب النور لأن حزب النور بتوجهاته وقتها زي ما الإميلات بتتهمه أنه كان على اتصال ببعض السلفية والسلفية دي كانوا شايفين فيها أنها هتسيء بعلاقاتهم أو توتر علاقاتهم مع دول إقليمية زي إسرائيل وهتوتر علاقاتهم مع الولايات المتحدة كجماعة إخوان وتحرقهم قدام أمريكا هل ده لي صادع عند حضرتك في المعلومات الحرية زكرتها؟ هو واضح أنه في ذلك الوقت حزب النور بعتباره حزب سلفي بدأ وكأنه أكثر حجماً من واقعه وبدأ أنه أكثر حدة مما في داخله ومن ثم كانت هناك صورة خاطئة ثبت فيما بعد أنه كان أكثر هدوءاً وأكثر بساطة هم الإخوان اللي استخدموه كفزاعة يعني هذه الصورة هذه واحدة لأنه الإخوان بصراحة شيئاً جداً محمد برسي فيه علاقة عندما سافر إلى بروكسل لعمل اللقاءات مع قادة الدول الأوروبية كان اللعبة اللي بلعبها هي إيه؟ إن إحنا كتنظيم إحنا تنظيم معتدل إحنا تنظيم إسلامي معتدل ونستطيع في وجودنا في الحكم أن نمنع وجود التنظيمات الإسلامية الراديكالية المسلحة يعني إحنا اضمعنا لأن تكون ليس هناك عنف أو ليس هناك إرهاب ودرل على كده بأنه قال إن إحنا أكثر اقترابة من الغرب وكشف لأول مرة كذب الإخوان في حاجة مهمة جداً الإخوان روجوا في فترة من الفترات على وسائل الميديا المصرية سواء كانت صحف أو تلفزيون أو ريديو أو اجتماعات أو تصريحات أو مؤتمرات قالوا إن إحنا بندعو لعمل استفتاء شعبي على معاهدة كامبي ديفل مرسي لأول مرة في علاقته مع قادة الاتحاد الأوروبي قالوا من الحقيقة أن هذا كلام طالع من بعض الناس وغير مسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين بل بالعكس نحن أميل إلى أن نكون أكثر اعتدالاً مع إسرائيل وربما تتذكروا الرسالة التي أرسلتها إلى رئيس إسرائيل ووصفتوا أنه صديق عزيز يعني كان هناك شمون بريز كان هناك ما يمكن وصفه بأنه فيه كلام للدعاية والتهديد وللاستهلاك الداخلي وفيه كلام سري للتعامل مع أصحاب الشأن وأصحاب القرار سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الاتحاد الأوروبي وهنا مرسي الحقيقة كان بيلعب على لعبة فكرة إيه يا جماعة إحنا الوحيدين اللي من الممكن أن ندعم المصالح الغربية في مصر والمصالح الغربية في الشر وإحنا بصفتنا جماعة لنا أطراف في كل العالم الإسلامي نستطيع أن نضمن بقاء وسلامة المصالح الغربية في كل العالم الإسلامي اللي إحنا موجودين فيه ده الجيم اللي كان بيلعبه مرسي أضاف لمرسي حاجة تانية أنه كان على علاقة معلوماتية بالسفارة الأمريكية وكثير من المستندات مش أقل من 22 إيميل بيتحدثوا عن أن مرسي من أول يناير 2011 كان على اتصال مباشر مع السفارة الأمريكية هو والكتاتني يعني أنا كنت عارف هو والكتاتني كانوا دائمي الحضور والترادد على السفارة الأمريكية ده واضح جدا وأنه بعد ما بقى رئيس انتقل المستوى من السفارة الأمريكية إلى كبار المسؤولين الأمريكيين اللي كانوا بيجوا هنا مدير وكالة الساي إيه كبير المحللين في البيت الأبيض مستشار الأمن القوم الأمريكي وكانت هناك اتصالات تليفونية أو اتصالات عبر وسائل اتصالة المعروفة بين مرسي وكثير من أطراف الأطراف في الإدارة الأمريكية بل أننا نستطيع أن نقول تبقى لوسيقة ويكليكس التي كشفت في 2012 2010 آسف ويتعود إلى 2009 أن مرسي في 2009 كان على اتصال بالإدارة الأمريكية الخاصة بجورش كوش طيب أستاذ عادل يعني كم المعلومات اللي حركت بتذكرها واللي هي موجودة في الإيميليات وناس كتير أريد طيب ندعو الناس هتدخل تقرأ يعني بأبسط أنواع اللغة أو قدرات اللغة الإنجليزية أو حتى تستعين بالترجمة هتقدر تفهم الكلام ده وتقرأ بنفسها ولكن سؤال حضرتك هو كان فين الأمن المصري وقتها فين أجهزة المعلومات فين الأجهزة اللي كانت ممكن توقف السيل ده عند حده وتحمل بلد من كل اللي كان لا يعني أقول لك حاجة أصله فيه فرق بين أنه دولة قوية زي الولايات المتحدة الأمريكية فيها ما يمكن ما يسمى عائلة المخابرات القومية فيها 18 جهاز بشتغلوا مع بعض والخارجية الأمريكية والستيد بارتمنت تعتبر القوة الثانية بعد البيت الأبيض ليس من الصعب أن تحصل على كل هذه المعلومات الحقيقة أنه قادر أقول لك أنه الأجهزة في مصر كانت موجودة وربما كانت هناك من أول 25 يناير لغاية حتى تنحي مبارك كانت هناك معلومات يومية ترصدها لأجهزة الأمن رغم ما جرى لهذه الأجهزة من تشتغل وضف كان قرار سياسي ما هيش وفقة معلومات قدام صنع القرار وقتها كان قرار سياسي أنا يعني أنا بعتذر عن كلمة أنا في هذا الأمر لكن أنا واحد من المسؤولين الكبار في المجلس العسكري قدم لي مجموعة مستندات في ذلك الوقت وقال لأنا عارف أن أنت بتحب المستندات وكانت هذه المستندات عبارة عن التقارير اليومية التي رفعت لمبارك من 25 يناير إلى تنحي في اللغاية 8 فبراير قبل تنحي بأيام قليلة هذه الوثائق التي نشرت في ذلك الوقت فظيعة بتؤكد كمان ارتباط يعني ضعف تنظيم الإخوان المسلمين إلى حد أنه ايه بتجد أن التعليمات كانت بتجيلهم من حماس يعني كانت الشعرات اللي بتصقف الشعرات اللي بتصقف مصر المعلومات اللي بتيجي من التوجهات كان بتيجي من حماس حماس هي اللي كانت سيئة الإخوان وبالتالي سيئة الميدان اللي خطفوه يعني أنا بقولك مندهش جدا يعني مندهش أنه ايه تنظيم الإخوان لم يكن قويا في ذلك الوقت وكانت حماس هي اللي بتديره هاي اللي بتحددله الشعرات هاي اللي بتحددله الكراداوي لما ينزل ينزل على أنهي طيارة يركب على الطيارة ايه يعمل ايه لما يوصل مصر مين يكون في استقباله مين يتعامل معاه وكانت هناك كثير من المراسلات اللي رصدتها هذه الوثائق وكانت هناك أيضا في بعض الشؤى الجانبية في الشوارع الخلفية من ميدان التحرير كانت هناك بعض الأجانب عاشين هناك وشوفنا سامي شاب يعني غيره من القيادات سواء اللي كان جاي من حزب الله واللي جاي من حماس ونوفل واللي بعد ساعات قليلة من اقتحام السجون لأنهم في قلب غزة يعني عند خرج كل الحق ودي أضايا معروفة وصورهم هناك حتى هما بيستقبلوهم في غزة معروفة للجميع أستاذ عادل يعني المعلومات جميلة وقيمة ولكن اسمح لي يعني التتر تقريبا هيقفل علي فأنا أعتذر لحضرتك وكل اشتياق للقاء القادم إن شاء الله عشان نستكمل المعلومات دي مع حضرتك فأنا لحين وبشكر سيادك كل الشكر كاتب الصحف الكبير أستاذنا أستاذ عادل حمود